اصباح الخير عليكم نهاركم بروك مشاهدين الكرام الى هذه النشرة الجوية اذا اليوم ان شاء الله راح نستمتعوا بجو جميع اعتقد من كل مدن الشمالي هذا معهرن ولكن في المساء ان شاء الله راح تلها ربعة الشحب ونقول كثيفة خاصة على المرتفعات الوسطى كمرتفعات لغوات وحتى بجفة الشحب كثيفة بنسبة لهذه الماتيق جو مش مستماما مرتقب بواسطة وحتى باقصى جنوب الجزائري جو مش مش ولكن الحرارات تبقى مرتفعة مرتفعة باضرار بتميمون برقان بعين صالح اذا كان ممكن نستوى المولية وين راح نسجلوا مقاييس ما بين سبعة واربعين درجة مش ادي الكرام وثمانية وربعين درجة هذا بهذه الجهة راح يقول بعين صالح باضرار بتميمون برقان بكل هذه المدن جو حار ان شاء الله بالمدن الشمالية سترتفع ايضا على الخط الرابط ما بين وهرانو الى العاصمة ورح نسجلوا اليوم واحد وثلاثين درجة مئوية تبقى مرتفعة بتبسة بخنشلة بأم البواقية حتى بسقارس مع تسعة وثلاثين درجة مئوية اما بعنا باب القالة حتى بأم الطبول حاب يقول باقصى شرق الوطن راح نسجلوا اليوم تمانية وعشرين درجة مئوية تبشار تبشار وحتى بيتيندوف مقاييس ما بين 40 درجة و 42 درجة مئوية اذا راكم ما قولي نطرحوا البحر فنقولكم اليوم البحر ان شاء الله راح يكون هادية اعتقد من طول الشاري السحري في هادية الصباحة ولكن في المساء ان شاء الله نظرا لهبوب الاسم البحر راح ينسجلوا تموت خفيف اعتقد من طول الشاري السحري حاب يقول الصباحة هادية راي برتوء خادرة ثم في المساء هتميل الى برتقالية حاب يقول هاداري اذا على تقديم طول الشاري السحري والرؤية راح تكون جيدة ان شاء الله هذا بنسبة هذه المعلومة بنتخص اخواني الصيادين ومستعملين الملحة والصيد البحري يلا هنطوئي بنشر الجوية كالمعتد بالمعلومات الفلكية راح تغرب السلس بإذن الله اليوم عشر طيق بعد التامينات توقيت نسب العاصمة وضوحية الى هنا مشاهدين الكرام نأتي وإياكم الى نتاديها المشاة قلكم نهاركم بروك ان شاء الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة